الآن مدركات العقل ما هي مدركات العقل؟ بعض المدركات للعقل قطعية بمعنى أن النتائج العقلية النتائج لعملية التفكير العقلي قد قادتك إلى نتائج قطعية يقينية لا لبس فيها ولا ريب وهذا يكون في حالات ما لو كانت المقدمات بالاستنتاج مقدمات يقينية فإذا رتبت المقدمات اليقينية فإنها توصلك إلى نتيجة يقينية أيضا مثلا لديك مدرك عقلي مفاده أن لكل معلولا هذه المعالين المسبوقة بالعدم التي يعبر عنها بالممكنات مرة تكون موجودة مرة تكون غير موجودة هذه الموجودات المعلولات إذا خرجت من حيز العدم إلى الوجود فلابد أن المخرجة لها هي العلة أن يكون لها علة تخرجها من العدم إلى الوجود ولذلك تشوف حياتك كلها مبتنية على هذا القانون العقلي باب مفتوح شوية وإذا شنو انغلق رأسين تفكر ليش انغلق ليش انسد هذه الحركة شلون وجدت وتجد لعقلك ماذا تبرير يقول لك لا والله الرياحي التي سدت فلان لا سحب كذا وتنتقل من ماذا من المعلول إلى العلة في استنتاج قطعي فتقول لابد وأن يكون هناك سبب وراء ماذا وراء هذه الحركة لازم يكون في سبب وإلا هذا المعلوم لا ينوجد هكذا عبثا هذه نتائج قطعية لكن في بعض الأحيان مدركات العاقل لا تكون ماذا قطعية وإنما ظنية شلون ظنية يعني فيها نوع من المشابهة تشابه في الحالة تخليك الظن بأن هذا الموضوع له ذات الحكم لماذا؟ لأنه متشارك مع ذلك الموضوع في جهة ما مثلا البعض على سبيل المثال يسأل البول في الشرع كم يطهار إذا وقع في اللباس نجاوب ونقول لي شنو مرتين بالماء القليل مرتين بالماء الكثير خب خلاف إلى الآن ألمني إذا وقع في الثوب كم مرة يطهر بعد إزالة النجاس ما هو البعض ربما يقايس شوف يقول لا موجود شبه البول من نفس المخرج المني كذلك إذن الحكم ماذا؟ الحكم يجب أن يكون أشد أو لا أقل مساوياً وبالتالي نحكم على المني بأنه لازم يطهر مرتين شوف أعمل عقله أعمل عقله لما؟ لأنه وجد نوعاً من الشبه بين هذا وذاك وهذا الإنسان أعمل رأيه فوصل إلى نتيجة شنو هذه النتيجة؟ أنه لازم أنطهر هذه النجاسة بمثل ذلك العدد يجينا واحد ثاني وش يقول؟ يقول لا يا حجي ما قايست بشكل صحيح كيف للمني أن يكون نجيساً؟ شلون يكون نجيس؟ وهو مبدأ نشوء شنو؟ الإنسان الإنسان من وين يجي؟ من هذا الماء فبالتالي يجب أن يكون ذلك ماذا؟ طاهراً أصلاً ما يكون شنو؟ ما يكون نجيس يجينا واحد ثالث يقول انتحين لو طهرت المني البويضة كلها شنو؟ كتلة من ماذا؟ كتلة من الدم فبعدما يتلقح تتلقح البويضة عند ذلك هذه كتلة من الدم فشلون تحكم على الدم بعد؟ بشنو؟ بالنجاسة وش اللي صرنا فيه يا جماعة؟ صرنا في نوع من النتائج العقلية العقلية اعمال للعقل ولكن هذا الاعمال لم يوصلنا إلى نتائج قطعية وإنما أوصلنا إلى مجموعة من الاحتمالات هنا أصدر الإمام نهيه الإمام ما أصدر نهيه عن ممارسة وتفعيل العقل وإلا فإن تفعيل العقل أمر أمر دعا له الإسلام دعا له القرآن أفلا تعقلون مثلين أفلا يتدبرون مدح أهل العين مدح مثلا أولو الألبام فالإمام الصادق لم ينهى عن تفعيل العقول في مدركاتها القطعية في استنتاجاتها القطعية اليقينية الموصلة إلى يقين وإنما نهى أن يصاب دين الله بماذا؟ بالرأي يعني الإمام أشار بنحو واضح للنعمان قال له لا تقس الدين برأيك لا تعمل رأيك وشبه لها الإمام قال له أيه أشد البول لو شنو المني إن قلت البول لأنه يطهر مرتين والمن مرة فلما إذا تبول الإنسان عزكم الله ارتفع حدث البول بشنو؟ بالوضوء بينما إذا أجنب لم يرتفع إلا بماذا؟ إلا بالغوصل وإذا قلت بالعكس فالأمر ينعكس عليك لماذا قبل الإسلام في المني إذا قلت المني أشد ليش الله قبل التطهير بمرة وذاك فرض مرتين هناك علل للأحكام قد خفيت علينا ما نقدر نوصل إليه ولذلك الطريقة الصحيحة في استفادة واستنتاج الأحكام الشرعية ليست المذاقات وليست الآراء والمحتملات أيها الأحبة وإنما أحكام الله إنما تستنبط من مصادرها القرآن الكريم أو قول المعصوم وسلته هذه أبواب استفادة الأحكام الشرعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر